أهلاً بحضراتكم من جديد بالمناسبة وإحنا بلسه بنتكلم عن مباراة الأهل وصنداونز يعني المباراة اللي هي حديث الشارع الأهلاوي في المباراة الأولى يعني من الحاجات الإيجابية لما نشوف التشكيل الأمثل للاتحاد الأفريقي هنشوف يعني ما شاء الله فيه اتنين لعيبة كانوا موجودين فيه تشكيلة الأفضل في الجولة السابقة مباراة الأهل وصنداونز مباراة الزهاب من ضمن اللعيبة اللي كانت موجودة واحنا بنستعرض مع حضراتكم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وقاليو ديانج لعب وسط مدافع النادي الاهلي عايز أسنع على الاتنين اللعيبة دول اتنين اللعيبة دول ما شاء الله خلال الفترة السابقة يعني بيقدموا مساويات مميزة عايز أتكلم عن محمد الشناوي اللي بدأ يستعيد فرمته يعني بعد ما كان أصيبه كورونا وكان حصل يعني بعض الأخطاء رجع محمد الشناوي اللي احنا نعرفه محمد الشناوي الشخصية محمد الشناوي القائد وكان ما شاء الله كمان ليه دور كبير جدا في الممبارات السابقة اللي فاز فيها النادي الاهلي اتنين صفره وتوجهاته داخل الملعب كمان أليو ديانج أليو ديانج ما شاء الله احنا مش عايزين نحسده يعني زي بقوله كده نمسك الخشب على أليو ديانج ما شاء الله جاري كميات جاري كبيرة جدا في وسط ملعب النادي الاهلي كمان واحنا بنشوف عمر السلية هو مجهد خلال الفترة السابقة وضغط مرات بنشوف أليو ديانج بيشيله حمد فتحي ما شاء الله اللي راجع كمان هيوزن معهم كمان نص الملعب أليو ديانج بيقدم مستويات رائعة مع النادي الاهلي كمان عايز أطلع برة التشكيلة واتكلم عن لعيب برضو مهم محمد شريف محمد شريف ما شاء الله يعني بيقدم برضو مستويات رائعة خلال الفترة السابقة وكمان بيسجل مع النادي الاهلي محمد شريف اللي بقى يعني نقطة خطورة يعني في هجوم النادي الاهلي بيمس الخطورة كبيرة جداً وكمان بيسجل من أنصف الفرص كل اللعيبة ما شاء الله يعني أنا مش عايز أنسى حد لكن هي دي لعبة النادل أهل وأيمن أشرف كمان اللي بيلعب مساك وتلاقيه بكلف كل اللعيبة بنتمنى لها إن شاء الله التوفيق لكن الشيء المهم جداً خلال المباراة القادمة مش عايزين نروح ونركن إن احنا كسبانية ننصف لازم نلعب على المكسب لازم نبحث عن هدف المباراة السابقة بتاعت السنة اللي فاتت اللي ساهلها الكرة تتعالي معلول اللعب المدافع بتاع سن دوز أحرزها في نفسه دي اللي ساهلت المباراة إن احنا دورنا على هدف من بداية المباراة ده يساهل علينا كتير جداً ما يفعش إن أنا روح أدفع من أول ديها لاخر ديئة هيبصع في كرة القدم لكن النادل أهل إن شاء الله اللعيبة عندها خبرات مسيماني عنده خبرات كبيرة يقدر يدير المباراة الكبيرة دي وكلنا سكة في لعبة النادل أهل وأيضاً كمان التحكيم الأفريق في المباراة السابقة كان ممكن النتيجة تخرج اتنين وتلاتة تلاتة أهداف أربعة أهداف لصالح النادل أهلي لكن إن شاء الله عندنا سكة إن شاء الله في المباراة القادمة هيكون التحكيم الأفريقي موجود في المعاد إن شاء الله